أكد وزير الخارجية سمح شكري أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت ضحايا مدنيين من نساء وأطفال يتخطى بكثير التداعيات الإنسانية لنزاعات مماثلة على مدار العقود الماضية وخلال لقائه رئيسة مجموعة الأزمات الدولية كومفورت إيرو على هامشي مشاركتها في النسخة الرابعة من منتدى أصوان للسلام والتنمية المستدامين أكد شكري أن الوضع الإنساني في غزة يمثل كارثة إنسانية حقيقية وأكدت الخارجية أن وزير الخارجية أعرب عن قلق مصر البالغ إذا أنزلق السودان إلى كارثة إنسانية مماثلة نتيجة استمرار القتال الدائر الأمر الذي يتطلب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية حفاظا على أرواح وممتلكات الشعب السوداني هذا وناقش الاجتماع أيضا الأوضاع في ليبيا حيث أكد وزير الخارجية على مواصلة مصر لجهودها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بما يسهم في تعزيز مصاري الحل الليبي الليبي واحترام مؤسسات الدولة المنتخبة